غرفة التحكم وقد أطلفت النيران مخارج المكيفات كذلك عشرة الكراسي مع سقوط سقف القاعة المصنوع من الجبس ومخارج المكيفات الهوائية هذا قد فتحت الشرطة العلمية تحقيقا لتحديد الملابسات مع استمرار توجود عن سنة الحماية المدنية لتجنب عودة اشتعال النيران من جديد صوفيان بو تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية ميلا لأجل خماد حريق بمقر الديون الجديد ميلا أين تم تسخير 6 آليات و22 عنصر لإخماد هذا الحريق حيث تم تسجيل عدة خسائر مادية فيما لم نسجل أي خسائر بشرية فيما يرجح السبب الرئيسي لهذا الحريق هو شرارة كهربائية